فإذاً أنا هون بدي أرسم تريانجل بعرف اللength of one side وفرضاً هون عندي إياها 8 سنتيمتر فإذاً لازم أرسم 8 سنتيمتر رح استعمل الرولر وبعدين بدي أفتح من هون الزاوية بدي تكون إذا فرضاً هايدي A وهيدي B فإذاً راح تكون هون الأنجل ABC فإذاً ABC هايدي الأنجل اللي هون لازم تكون 50 ديجريز وثاني أنجل هي BAC بدي تكون 40 ديجريز رح نفتح هون الأنجل 40 ديجريز تمام؟ ومنلاحظ أنه رح يلتقوا مع بعضهم بشكل تلقائي عندي الpoint اللي هي C سو هيدا الشغل اللي رح نشتغله بهيدا الفيديو سو فرس فول رح نستعمل الرولر ورح نرسم دي سايد فإذاً أول شي بنبلش برسم السايد سو السايد رح يرسمه 8 سنتيمتر رح نبلش من عند الزيرو لعندي الـ 8 سنتيمتر سو هايدي أول ستب فإذاً رسمنا السايد رح نسمي السايد AB فإذاً أنا رح حط أنه هايدي الـ A وهيدي الـ B and then بدي أرسم الـ Angles سو أنا هلأ بحاجة لأستعمل الـ Protractor سو أول شي عندي ABC فإذاً Center B فبدي حط الـ Protractor Center of the Protractor على الـ Vertex B و بديها تمرؤ من خلال الزيرو سو like this وهون بدي تكون الـ Angle هي 50 degrees سو رح نبلش نعد من هون 10 20 30 40 and 50 degrees أوكي فإذاً لهون رح نحط سو رح نحط Mark رح نحط العلام هون سو رح نعلم عند 50 degrees ورح نوصل هايدي الـ Point لعندي الـ B سو رح نرسم side BC So فإذاً هايدي أول step بعدين رح نرسم الـ Angle اللي هي هون BAC 40 degrees فإذاً الـ Vertex of the Angle is B فإذاً رح نحط center of the protractor sorry center هو الـ Vertex هو الـ A فرح حط center of the protractor على الـ A والـ A B passing through 0 و رح نعمل Mark عندي الـ 40 degrees يعني ها وهلا رح نستعمل الـ Protractor وحتى نوصل هالـ 2 points مع بعض الـ A مع هايدي الـ Point ومن مد الخط وبتقطع هالـ 2 lines بـ Point هايدي الـ Point رح تكون هي الـ Point C فإذاً was 40 degrees and this angle was 50 degrees هلا في حال مطلوب احسب هايدي الـ Angle أنا بقدر بعمل الـ Calculation نحن بنعرف The sum of Angles of Triangle is 180 يعني Angle A plus Angle B plus Angle C all together add up to 180 degrees So إذا أنا بدل Angle A رح نقص من هون B ورح نقص كمان C So من تاني جهة رح نقص B ورح نقص C So هيدو الـ Cancel بيوقف عنا أنه Angle A بتساوي 180 Minus 40 Minus 50 So A بتساوي 180 Minus 90 So Angle A Sorry Angle C So كان المطلوب بنطلع لـ Angle C So رح نقص A and B ومن هون رح نقص A and B So we cancel A A and B B رح يبع عندي C So C بتساوي 180 Minus A Minus B 180 Minus 90 So it equals to 90 فإذن بي calculation Angle C رح تساوي 90 degrees وخلينا نجرب To compare to compare by Z square لانتأكد انو هيدا الانجل is 90 degrees So منلاحظ انو it's 90 degrees angle So اذا انا في عندي هون 90 degrees هيدا تريانجل ABC منصير منسمي right angle right angle the triangle او فين نسمي simply right triangle فإذا right triangle لانو في عنده right angle So it's a right triangle